تعويم للعملة والسلام الحكومي عقب الفشل في وقف انهيار قيمة الدينار مقابل ارتفاع صرف الدولار بعد تنازل البنك المركزي العراقي منتصف أذار الماضي عما سمي بمعركة الدولار كما وصفها السوداني ما يعني استنفادا لجميع الحلول والخيارات لوقف نزيف العملة البنك المركزي العراقي وحكومة السوداني لم يرفعا راية البيضاء أمام سعر الصرف والسوق الموازية فحسب بل ان اجراءاتهما بمحاصرة الدولار لمنع اغضاب الفيدرالي الامريكي تسببت بشكل مباشر برفع اسعار الصرف في السوق الموازية او ما يطلق عليها بالسوداء بحسب مختصين اكدوا ان المتضرر الاول من هذه المعركة هو المواطن نتيجة ارتفاع اسعار السلع الاساسية وتدني القدرة الشرائية لا سيما لدى اصحاب الدخل المحدود الازمة لم تتوقف عن دائقات اجراءات البنك المركزي بل فاقمها الاخير بتضييقه على الحوالات وتخفيض مبالغ المسافرين سهم ذلك بانخفاض المعروض من الدولار فزادت معها عمليات التهريب للعملة الاجنبية الى الخارج نتيجة هذا الانخفاض ما يعني قفزات مستمرة للاسعار وسط ترجيح اقتصادين من ان اطلاق اموال الموازنة الاستثماري او التشغيلية سيؤدي هو الاخر لتصارع زيادة الفجوة وارتفاع اسعار الصرف الدولار مرجحين ان يتجاوز السعار الالف وسبعمائة دينار للدولار الواحد هو اذا تعويم للعملة لجأت اليه حكومة السوداني تجنبا لمزيد من العقوبات الامريكية على المصارف العراقية فاصبح بذلك سعر الصرف خاضعا بالكامل لمعادلة العرض والطلب بعد ان فشلت كل اجراءات البنك المركزي العراقي في كبح جماح المضاربين والمنتفعين من المصارف التابعة للأحزاب والمتنفذين في مزاد بايع العملة فضلا عن استمرار عملية تهريب الدولار الى ايران عبر جهات مرتبطة باحزاب السلطة وهما سهم ذلك كله في مفاقمة وهشاشة اوضاع العراق الاقتصادية